وجه رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي باستمرار إزالة أي مخالفات للبناء على الأراضي الزراعية يتم حصرها وذلك من خلال منظومة المتغيرات المكانية وإيقاف حصول المخالفين على الدعم التمويني وخلال لقائه بوزيري التنمية المحلية والزراعة وعدد من المحافظين أيضا والمسؤولين لمتابعة سير العمل بمنظومة المتغيرات المكانية أضف مدبولي أن الأمن الغذائي على رأس أولويات عمل الدولة المصرية والعالم بأسره مؤكدا أن الدولة لن تتهاون مع من يهدد أمن مصر الغذائي مضيفا أن الحكومة سوف تزيل المخالفات على الفور على نفقة المخالفين موضحا أنه حتى الآن تم حسف 1471 مخالفا من منظومة الدعم التمويني